المتحف المصري القديم هو نفسه المبنى أثار مش كده؟ المبنى مسجل أثار طبعاً مبنى المتحف المصري القديم مبنى المتحف المصري القديم بالمبنى والأثار نفسها اللي في المتحف المصري القديم لا ده ده لا يعلى لا يعلى عليها الحقيقة احنا بنتكلم على مئة ألف قطعة أثرية من أجمل القطعة الأثرية ما زالت موجودة في المتحف المصري في التحرير بنتكلم على بردية غرضت في المتحف المصري في التحرير تسمى بردية وزيري 16 متر قطعة واحدة لك أن تتخيل الحمد لله أنا سعيد جدا إن المتحف الجديد كيف استقبل العالم وكيف يتطلع العالم بعد المتحف متحف الحضارة والمتحف الجديد وتطوير الأقصر وتطوير أنت بتكلم على عالم تاني للأثار المصرية منطقة مختلفة تماما أكبر مؤسسة ثقافية أثرية سياحية طرفيهية في العالم كله ألا وهو المتحف المصر الكبير بنتكلم على 117 فدان مساحة بنتكلم على نص مليون متر مربع مساحة بنتكلم على تم نقل حتى الآن 58 ألف قطعة أثرية للمتحف المصر الكبير بنتكلم أنه تم نقل أكتر من 4500 قطعة من آثار توت عنخ أمون البالغ عدد 5398 طب وبقى القطعة تتنقل إمتى؟ شوية موجودين في المتحف شرم الشيخ متحف المصري في التحرير شوية موجود في متحف الغرداء قبيل الإفتتاح هيتم منقلهم فترينهم جاهزة بالإنساتهم جاهزة قواعد تثبيت كله جاهز بإذن الله تعالى إيبا إذن ولأول مرة الزائر هيشوف مجموعة توت عنخ أمون كاملة لأول مرة داخل متحف واحد لأول مرة في تاريخ البشرية في متحف واحد تجتمع مجموعة توت عنخ أمون ترجمة نانسي قنقر